النسبة له العلاقة مع ربنا هي نفع واستنفع فانا هنفعك هنفعك ازاي حاجي وعبودك حاجي وصليلك واجي واخدمك وانا مش هخدمك ده انا يعني حباهد النفسي خدمة اربعة وعشرين ساعة خدمة بس انا مستني من وراك ايه مستني من وراك ان انا استنفع يعني انه تحميني من حاجات كتيرة جدا تديني فلوس او في ناس تعملها بطريقة تانية غير مباشرة انا بخاف اصيب ربنا لاحسا ايه لاحسا تحصل مصيبة في ساعات ناس كتيرا من انا بتخاف اسيب ربنا لاحسا لو سبته هتحصل مصايب كتير جدا فهنا علاقة الحب مبنية على ايه على المنفعة انا بنفعه انا مش جاي لاني مشتاق ليه هو فيه علامات للحب الحقيقة يعرفين واحدة من علامات الحب الحقيقة ايه ان انا كون مشتاق للشخص ده استنفعت من وراقه ما استنفعتش من وراقه هو صالح وهو اكيد هيبركني وهو يعني هيسدد الاحتياج بس انا جاي في العلاقة دي ليه عشان استنفع ولا انا مشتاق ليه او ايه فاكرين كتاب المقدس اخر ايه او يعني في البراجراف الاخير ختم وقال ايه الروح والايه والعروس يعني العروس الحقيقية بتقوله ايه تعال انا مش تقالك اوي انا عاوزك اوي كنت في وقت صعب او كنت في وقت سهل ده انا عاوزك اوي انا مش داخل العلاقة دي لان ناس اجبرتني اخشها مش داخل العلاقة دي لان اهلي علمواني كده وخلاص مش داخل العلاقة دي لاني هستنفع منك بحاجة بس هدخلها لاني بحبك جدا 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 سبب تالت طبعا في اسباب كتيرة ممكن اكون في ارتباط معين او في شركة معينة بس في الحقيقة ما فيش حب بحقيقي ازاي اتنين يرتبطوا بعض او اتنين يتجوزوا بعض بس ما فيش حب حقيقيه ممكن اهلي يجبروني على العاملة دي او ممكن انا داخل استنفع من ورا القصة دي او ممكن سبب تالت واعتقد ده كتير جدا كتير جدا بيحصل و بشوفوه ان انا خاف على المنظري قدام الناس انا حاسس السن بيتقدم بي فخايف ان انا مبقاش متجوز او البنت انا خايفة ما كنتش متجوزة فالي يحصل اتجوز اي جوازة و خلاص ليه عشان يبقى اسمي متجوز و دي بتحصل كتير ليه لان في خدعة جوه ازهنة انه ايه ان الجواز ده حاجة مهمة جدا يعني ان انا بقى متجوز بغض النظر انا بحب الشخص ده لن بحبوش فكرة الجواز ان انا بقى متجوز دي حاجة مهمة جدا مش عارب جبنها منين يعني الجواز اهم حاجة ظاهره يا راجل اوジャي والجواز دي حابة نص الدين و منظري احس ان انا مش محبوب من الناس كل الناس متجوزة و انا مش متجوز بmith حصل مع ربنا برضو بتحصل مع ربنا ناس كتيره بتيجي الكنيسة لame علشان يبقى عندي ايما لما دخلت الكنيسة بقى عندي صحاب انا معاديbene صحاب بره فالعالم ما عندي اصحاب بره ‫دومة جت الكنيسة بقى عندي صحاب فهاد في الكنيسة ايه لأنه بقى عندي أصحاب لما جيت الكنيسة بقى عندي منصب لما جيت الكنيسة بقى عندي خدمة لما جيت الكنيسة بقى ليه إيمة بقى ليه احترامي بره الكنيسة ما عنديش الإيمة دي ما عنديش الأصحاب دول ما عنديش الاحترام دوت فأنا جاي الكنيسة ليه لأني بحب ربنا الصراحة لأ لأني عندي إيمة حقيقة وأنا عارف أنه ممكن تكون بتضرب على وطر حساس عندنا أنه أنا فعلا ليه قيمة في الكنيسة بس برد الكنيسة ما ليهش قيمة حاجة حلوة أنه نقبل بعض ونصحب بعض ونقرب من بعض أكيد أكيد حاجة حلوة بس أنا جاي الكنيسة بحب ربنا فعلا ده السبب الرئيسي ولا الناس قبلتني أكيد أكيد أنا حفظة لسرق طول عمري أنه لازم نحب بعض ونقبل بعض بس أرجوك أنت كمان راجع نفسك هو إيه السبب الحقيقي أن أنا باجي أنا بحبه بجد بغض النظر عن أي حاجة ولا لا